السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سنتمم المراقبة المستمرة للمرحلة الرابعة في مادة لغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي كنا فيما مضى وفي الفيديوهات السابقة قد أنجزنا المكونات الشكل والفهم الصرف والتحويل التركيب اليوم ان شاء الله سنكمل هذا الامتحان مع مكون لإملاء مكون تابير الكتابي عنده هنا جوج مكونات نبدأ بالسؤال الأول أصلوا الاسم المنون بالحالة المناسبة له الاسم المنون ومن يكون عندنا تنوين النص بجوج فتحات تنوين الرفع جوج ضمات وتنوين الكسر جوج كسرات نبدأ بالجملة الأولى إن خالدا فتن شاريف أولا نحدد الأسماء المقصودة هنا إذن عندنا فتن في الجملة الأولى عندنا فتن الجملة الثانية سمعته مناديا يدعو إلى الخير أدنا مناديا تمنى المسافر لقاء بأهله في القريب العاجل أدنا لقاء كان الشيخ داعيا إلى الإسلام بأخلاقه أدنا داعيا هذه أسرة تتميز بصفاء في تواصلها أدنا صفاء ثم خرج راع منذ الفجر راع هنا يعدنا الدرس ديال تنوين المقصور والمنقص والممدود فتن اسم مقصور حيث في هذا الألف مقصورة مناديا منقص لقاء ممدود داعيا داعي منقص صفاء ممدود راع منقص سنبدأ بالجملة الأولى كما قلنا إن خالدا فتن شارف إن ناسخ حرفي خالدا ستكون اسمه منصب به فتن في محل الرفع ستكون خبره مرفوع به إذن سنربطها بحالة الرفع يعني الخانة الأولى نشوف الجملة الثانية سمعته مناديا يدعو إلى الخير سمعته أنا يعني أنا والفايل هادتا يعني هادتا ضامر في محل رفع فايل مناديا غيكون مفعول به يعني في حالة النصب قد نعرفو أنه مفعول به كيكون منصوب وغيرا نربطها مع حالة النصب نمشي للجملة الثالثة تمنى المسافر لقاءا بأهله في القريب العاجل إذن لقاءا لن غيكون حالة النصب كان الشيخ داعيا كان الشيخ اسم كان داعيا خبر كان منصوب إذن لدينا حالة النصب كذلك هذه أسرة تتميز بصفاء في تواصلها البأحة الفجر صفاء اسم مجرور يعني حالة الجر خرج راع منذ الفجر إذن خرج راع منذ الفجر خرج فعل مضم بناء الفتح راع فاعل مرفوع فاعل مرفوع يعني حالة الرفع فاعل مرفوع وعلامة رفعه إذن هنا يعدنا راع ما يمكنش ندير له الضم لأنه اسم منقص نمر الآن إلى التمرين الثاني دائما في مكوّل إملا أجعل الكلمة التي تحتها سطر نكرة مع الشكل التام إذن غالبا هذه الكلمات سيكون إما اسم مقصور منقص أو مبدود أنت إذن أنت الفتا مسلم إذن أنت سنقوله فتن أنت فتن إذن لما نعود أن نكتبه هذا النص هذا سنخذو غير هذه الكلمات اللي خصنا نجوب عليهم ونكتبوهم هنا إذن أنت فتن فتن مسلم إذن أنت فتن مسلم فلا تنسى أن تعيش على إذن على هدن على هدن هذا اسم مقصور ما يمكنش نقوله هدن حيث على حرف وجر ولكن ما يمكنش نقوله هدن يعني نقوله هدن 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 عمين الشريعة وتتخذها لك إذن أنه كلمة الرعي تتخذها لك راعيا راعيا تتخذها لك راعيا إذن هنا تجنب كل الهوى إذن هنا نتجنب كل هوا هوا يزيغ بك عن طريق عن الطريق السوي واحذر كل ما يصل إليك من الفضاء من فضاء إذن من من فضاء من من فضاء أصبح مزدحما بوسائل الإثارة إذن هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال التاني هو أيضا مرتبط بالدرس ديال تنوين المقصور والممدود والمنقص عن مشهودة بالسؤال الثالث والأخير فانتيحن ديال الإملاء إذن هنا أشطي بالكلمات الخاطئة إذن هنا نشتب الكلمة اللي خاطئة نشتب عليها إذن غا تكون خاطئة بطبيعة الحال في الإملاء ديالها يعني في الكتابة ديالها إذن عندنا متى متى كيفش كتكون متى كتكون بالألف مقصورة إذن نشتبع لا متى روا يروي إذن يروي الأصل ديال هادي إذن هذه الكلمات صحيحة استلقى يستلقي يستلقي الأصل ديال هذه الألف مقصورة إذن هذه الأصل ديال يعني استلقى صحيحة استعصى يستعصي يستعصي الأصل ديالها لي ما كان شعرين نديروا هذه الألف ممدودة حيث من اللي يرجعنا هذا الفعل هذا المضارع عطتنا لي هذه الألف ممدودة صبحات لنا يعني كان ليه نغم المو يكون لدينا هنا يا. استعصاب الالف المقصورة. اذا هاد الكلمة هدي خاطئة. او هنضربو عليها. قضاء يقضي. يقضي. من اللي رجعنا هالمضارع. اتاتاتنا يقضي. يعني قضاء كان عليها تكون هكذا قضاء. يعني هاد القضاء هدي خطأة. مر ما صحيحة. ما اذا ما صحيحة ايضا. هنا يعدنا اه تناية تناية. تناية. خطأة. كيفاش كنكتبو تناية? تناية. هكذا كنكتبوها. بالالف الممدودة. هذا كل ما يتعلق بمكون الاملاء. نمر الان الى مكون التعبير الكتابي. اذا في مكون التعبير الكتابي طلب منا ان نصف رحلة قمنا بها. صف رحلة قمت بها سابقا. استعينوا بمكتسبات السابقة في درس وصف رحلة. اذا هنا اعطوكم حرية التعبير. حرية الاختيار. يعني تكتب اه قداش مما يعني تكتب علاش مما قديتي. ما تلبوش منكم شحال ديال الاسطور ولا شحال هادا. يعني غتكتب غير هو خصك توصف لنا رحلة. ما خصكش تخرج على الموضوع. توصف لنا رحلة قمت بها. بطبيعة الحال الرحلة خصك تحد الزمان والمكان والمرافقين. وتوصف لنا ذاك المكان اللي كنتي فيه. وهديك الرحلة والاحساس ديالك في نهاية ديال هاد يعني في نهاية ديال هاد الامتحان. وفي الاخير ديال الورقة شنو اكتبوا لكم هنا. تمنحوا نقطتين اضافيتين على الخط السليم. يعني نكتبتين مزيان عندك يعني نقطة وتسلسل الافكار والاحداث يعني الاحداث اللي كتحكي عليها. خصت تكون متسلسلة يعني من اللي خرجتي في الرحلة حتى رجعتي. هادك التسلسل كي منحك واحد النقطة اضافية. والمجموع ديال هاد يعني هاد الخط السليم وتسلسل الافكار. كي منحك جوج ديال النقاط اضافية. نمر الان اللي كي نقصر اذا غادي نخدموه جماعة واحدة النموذج. اذا هنكتبوه جماعة. اذا نبدو خلال ضروري نحددو المكان والزمن هو اللول. خلال العطلة. خلال العطلة. الربيعية. الربيعية. زرنا. زرنا. انا. وعائلتي. وعائلتي. يعني هنا يا حددنا للوقت. احددنا. يعني شكني رفق في الزيارة. انا وعائلتي. مدينة. 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 افران. مدينة افران. في رحلة. في رحلة. استكشافية 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 مع معناها هذا الشيء. اشنو كان القصد يعني انهم شووا المدينة افران بش يكتشفوا هذه المدينة ويتعرفوا لها اكتر خلال العطلة الربيعية. سنجد هنا الفاصلة. اذا هنا ضروري نحترمو على العلامات الترقيم. اذا خلال العطلة الربيعية زرنا انا وعائلتي مدينة افران في رحة استكشافية. هيتو. استيقظنا. هيتو استيقظنا. استيقظنا يومها. هيتو استيقظنا يومها. باكرا. باكرا جدا. فحزمنا. فحزمنا امتعتنا. اتجهنا. واتجهنا. 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 واتجهنا صوبة المحطة. لننطلق. 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 من هناك. لننطلق من هناك على متني. على متني. على متني. الحافلة. نقدر نكتبو القطار. الحافلة. على متني. الحافلة. ونقدر نكتبو القطار. اذا انا اه يعني اتجهنا صوبة المحطة لننطلق من هناك على متني الحافلة. هيتو ارسفو دباء المحطة. حيث كانت. كانت تعج. احنا دبائق نظره للمحطة. كانت تعج بالمسافرين. 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 كل حسب وجهته. يعني كل واحدنا غادي سافر. وجهته. حيث كانت تعج بالمسافرين كل حسب وجهته. هندروا نقطة. انا يا وصلنا يعني المحطة وصفنا المحطة. هنمشو دباء. ننتزو نوصفو الطريق. طريقنا الى الى مدينة افران. بعد انطلاق. بعد انطلاق. الحافلة. بعد انطلاق الحافلة. سرنا. نكتشف او نشاهد. سرنا. نشاهد. نشاهد. المناظر. سرنا نشاهد المناظر. الطبيعية. الطبيعية. الخلابة. الخلابة. من خلال النوافد او عبر النوافد. اذا من خلال النوافد. مش ما نبقوش طريقي. ندروا نقطة. اذا انا وصفنا هذه الجملة وصفنا بها الطريق. لانها ان الطريق يتوفر على مناظر طبيعية جميلة او خلابة. دباء احنا وصلنا المدينة افران. غادي نكتب الجملة اللي غادي تتبيين اننا وصلنا لمدينة افران. اذا ما ان وصلنا. ما ان وصلنا. ما ان وجهتنا. وجهتنا. حتى. نحيدو هذه حتى. اذا ما ان وصلنا وجهتنا. اه اطارت. 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 انتباهنا. انتباهنا. لانه اطارت. 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 اطار المناخ المنطقة. مناخ المنطقة. هناك. ندير نقطة فاصلة باش نشرحو ما معناها هذه الجملة. اذا ما ان وصلنا وجهتنا. حتى اتارت انتباهنا. اذا نحتى نقدر نخليها. نخليها حتى. حتى اتارت انتباهنا. اه المنازل مصممة بشكل يلائم المناخ المنطقة هناك. حيث تعرف حيث تعرف هذه المنطقة لهذه المدينة ما نعودوش المنطقة. دائما انتفادوا ذاك التكرار. هذه المدينة تساقط تساقط الثلوج خلالة فصل الشتاء. خلالة فصل الشتاء. الشتاء. مما مما يجعل طبيعتها طبيعتها ونباتاتها 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 مخضرة مخضرة هذا الفصل. اللي هو حتي همون شوف الفصل الرابع. خلال هذا الفصل. همون شوف الفصل الرابع. خلال هذا الفصل. بنسبة لنخصنا واحد الرقابة حيث استيقظنا عفوا اه اذا مما يجعل طبيعتها ونباتاتها مخدرطا خلال هذا الفصل. بعد ندير نقطة. تجولنا 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 بين الأزقة الأزقة وفي الأسواق وزرنا وزرنا حديقة حديقة للحيوانات للحيوانات هناك. فالتقتنا. فالتقتنا. اجمل الصور. فالتقتنا. اجمل الصور. اذا بالنسبة لهنا نكتفيه بهذا القدر ونكتبه الخاتمة. اعجبتني اعجبتني كثيرا هذه المدينة. مدينة هذه المدينة. وتمنيت وتمنيت ان تتكرر ان تتكرر هذه الرحلة. مرة اخرى. مرة اخرى. نعيد قراءة ما تمت كتابته. اذا خلال العطلة الربيعية زرنا انا وعائلتي مدينة افران في ريحة استكشافية. حيث استيقظنا يومها باكرا جدا. فحزمنا امتعتنا واتجهنا صوب المحطة لتنطلق من هناك او لننطلق افوا من هناك على متن الحافلة. حيث كانت تعجب المسافرين كل حسب وجهته. بعد انطلاق الرحلة سرنا نشاهد المناظر الطبيعية الخلابة من خلال النوافد على طول الطريق. ما ان وصلنا وجهتنا حتى اصارت انتباهنا المنازل المصممة بشكل يلائم مناخ المنطقة هناك. حيث تعرف هذه المنطقة وهذه المدينة تساقط التلوجي خلال فصل الشتاء مما يجعل طبيعتها ونباتاتها مخضرة خلال هذا الفصل. وهو فصل الرابع. تجولنا بين الازيقة وفي الاسواق وزرنا حديقة للحيوانات هناك فالتقطنا اجمل الصور. اعجبتني كثيرا هذه المدينة. مدينة. وتمنيت ان تتكرر هذه الرحلة مرة اخرى. اذا هذا فيما يخص لاجابة عن مكون التعبير الكتابي. الى هنا نصل الى نهاية هذه الحصة. نلتقي ان شاء الله في الحصة المقبلة لانجاز يعني بقية النماذج المتعلقة بفروض المرحلة الرابعة للمستوى الخامس بتدائي. اتمنى لكم حد موفق. الى اللقاء.